بعد عودة تشديد الإجراءات الاحترازية على مدينة جدة ومنع التجول الجزئي الإخبارية تتواجد في الميدان لرصد مدى التزام سكان مدينة جدة بقرار منع التجول ومدى تطبيق السكان للإجراءات الاحترازية للمزيد يلتحق بنا من جدة مراسلنا عبدالعزيز إدريس هل سأل فيك عبدالعزيز يعني بداية كيف تبدو الحركة هذا اليوم في جدة؟ ما مدى كذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية؟ نعم حسن، مساء الخير عليكم ومشاهدين الكرام طبعا الآن أولى ساعات منع التجول في مدينة جدة من الساعة الثالثة مساء وحتى السادسة صباحا الحركة المرورية تقل تدريجيا يوجد التزام المواطر المقيم بقرار منع التجول حسب ما ذكرت لي أحد نقاط الضبط المجاورة بأن المخالفات المرصودة في قرار منع التجول تكاد لا تذكر ولكن المخالفات التي نشاهدها في مدينة جدة هي في وقت استماح بالتجول حسن من تقصير في لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي أما فيما يخص الجهات المعنية فأمانة محافظة جدة شاهدناها في إغلاق أكثر من مئة محل لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية أيضا شرطة منطقة مكة التي كثفت جولاتها الميدانية على الأحياء من مثل حي المشرفة وبني مالك والعزيزية وأيضا حي البوادي في تطبيق لائحة الحد من التجمعات وأيضا تكدس العمالة ومخالفة التباعد وعدم لبس الكمامات في الطرقات وإصدار المخالفات الفورية بحقهم أيضا فيما يخص بيع الكمامات في الصيدليات في مدينة جدة بالحبة بمعدل عشرة حبات عجرة عشرة كمامات للزبون الواحد فقد أعلنت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي في تويتر بأن تصدر تعليمات خلال نهاية الشهر الجاري ببيع الكمامات بالكرتون وأيضا يعني إقبال الناس على شراء الكمامات يعكس نسبة الوعي العالية لدى المواطن والمقيم في مدينة جدة ويمكن للمستهلك الاستعلام عن توفر ومدى توفر الكمامات من خلال تطبيق تمنى عن طريق تطبيق تمنى في خلال الصيدليات المجاورة له طيب ماذا كذلك عن المراكز التجارية المجمعات تواجد المواطنين والمقيمين فيها ومدى التزامهم كذلك بالإجراءات نعم المراكز التجارية حسن تطبق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال تقليص عدد البوابات للمراكز التجارية التي تحمل بوابات كثيرة لحصر الناس من خلال الكشف على درجة الحرارة وتوفر أيضا تأكد من لبس الكمامات وتوفر المعقمات والقفازات بالإضافة إلى عدم ازدحام الناس داخل المحلات بمعدل خمسة أشخاص داخل كل محل أيضا وجود العلامات الأرضية لتحقيق التباعد المكاني طيب أين يذهب أهالي جدة في فترة السماح بالتجول غالبا حسن يتجهون إلى المراكز التجارية طبعا بعد قرار قيادة حرس الحدود بإغلاق كورنيش جدة كاملا على مدى 24 ساعة وأيضا منع تصاريح المشي داخل الكورنيش أنا أتواجد معكم لو تقل لنا الصورة في بداية أحد مداخل كورنيش الحمرة في جنوب مدينة جدة تم إقفاله كاملا سواء كورنيش الحمرة وكورنيش الجنوبي والشمالي وأيضا كورنيش أبحر والواجهة البحرية بعد المخالفات والسلوكيات الغير منضبطة التي شهدناها خلال الفترة الماضية من تقصير في لبس الكمامات والتجمعات العالية واكتظاف الناس ماذا عن درجة الحرارة في جدة؟ درجة الحرارة الآن 41 درجة مئوية هي درجة حالة عالية وأيضا يوجد نسبة هواء بارد قليلا ولكن نسبة الرطوبة أيضا عالية في مدينة جدة بحكم أنها مدينة ساحلية حسن ماذا عن المساء؟ كيف تكون الأجواة في جدة؟ المساء حقيقة كما ذكرت لك يوجد التزام من المواطن المقيم بقرار منع التجول الحركة قليلة جدا نقاط الضبط الأمنية منتشرة في جميع الشوارع العامة وأيضا جولات الدوريات الأمنية داخل الأحياء درجة الحرارة في المساء درجة الحرارة تكون أقل بمعدل 35 إلى 30 درجة مئوية ولكن رسمة الرطوبة مستمرة في النهار والمساء في مدينة جدة شكرا جزيلا لك كنت معنا من جدة مراسلنا عبد العزيز إدريس